أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني عن إصابة 46 شخصاً في قطاع غزة من بينهم 32 شخص برصاص حي وإصابة 6 آخرين بقنابل غاز مباشرة في الجسم وذلك خلال مواجهات اندلعت بين مجموعة من الشباب الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي في منطقة أبو حسنية شرق مخيم البريج واستقطاع غزة ما أسفرت عن إصابة عدد من المواطنين بالرصاص الحي وقنابل الغاز المسيلي للدموع